بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 152 اللي خاص بأساسيات الASP.NET اللي نحكي عن الماستر بيج, كونتنت بيج, يوزر كونترول لايف سايكل أنا محمد ما أدعرفه بهذا الدرس رح نتعرف على كيفية تنفيذ أو خلينا نحكي ترتيب تنفيذ الإيفنت اللي خاصة بالماستر بيج الكونتنت بيج واليوزر كونترول بمعنى أو بآخر لما أنا يكون عندي ماستر بيج و كونتنت بيج و يوزر كونترول كيف يمكنه إنه يقوم بتنفيذ اللي هو الإيفنت كيف تنفيذ أو ترتيب تنفيذ الإيفنت بداخلهم خلنا نشوف هذا الكلام بشكل عمل إذن هذا هو موضوع درسي اللي هو ترتيب تنفيذ الإيفنت لما يكون في عندي اللي هو كونتنت بيج و ماستر بيج و يوزر كونترول بالبداية رح أروح مباشرة بداخل السلوشن لبروجيكت اللي اسمه ديمو وهو empty project رح أقوم بالبداية بإضافة اللي هو يوزر كونترول فبالتالي رح أعمل click right اللي هو ويب فورم يوزر كونترول رح أسميه عندي هنا اللي هو تيست يوزر كونترول و بداخل التيست يوزر كونترول رح أقوم عندي هنا بإضافة اللي هو الاتش وان و مباشرة رح أحط اللي هو لابل و هحكي اندي هنا مثلا هذا هو تيست يوزر كونترول أوكي مباشرة لو رحت على الدزاين رح يعطيني هذا الشكل الآن رح أقوم بعمل save بعد ذلك مباشرة رح أقوم بإضافة master page هل رح أعمل click right و أضيف عندي ويب فورم master page رح أسميه site و بداخل هذا السايت رح أقوم بحذف اللي هو content placeholder من head section وبعد هيك مباشرة راح اروح على الكود اللي خاص في الماستر بيج فرح نعمل click right view code وبعد هيك مباشرة راح اقوم باضافة اللي هو مجموعة من الـ events اللي خاصة في الماستر بيج بالبداية انا في عندي page load راح اقوم بعمل منها copy ومباشرة راح اعمل هون عندي paste وايضا راح اقوم عندي هون بعمل paste اوكي الان اول event راح اقوم بانشاؤه اللي هو عبارة عن page underscore اللي هو init وطبع مباشرة بداخل الحقوم بطباعة اللي هو رسالة معينة اللي هي response.write وخليني يجي نحكي عندي هون master نسميها master page اللي هو init event اوكي زي ما احنا شايفين وطبع خليني يجي نعمل عندي هون break لانه راح ينفذ اكثر من event فبالتالي بدي كل event يكون على سطر لوحده اوكي الان بداخل عندي اللي هو page underscore load event handler مباشرة راح اسمي هون عندي ال event اللي هو load وطبعا بداخل عندي ال event الثالث راح اكون اسمه اللي هو pre render وطبعا راح نعمل هنا اللي هو اسم ال event اللي هو عبارة عن page pre render اوكي زي ما احنا شايفين انا راح نجي نعمل عندي save اوكي اذا هاي هي ال event اللي موجودة بداخل الماستر بيج اوكي اخيرا راح مباشرة ننضيف content page من هذا الماستر بيج فالتالي راح املي click right اد اللي هو content page راح اطلح ان نتم اضافة اللي هو content page انا بداخل عندي content page راح اقوم باضافة اللي هو text box وايضا راح اقوم عندي باضافة اللي هو user control اللي قمنا بانشاؤه داخل نجي نعمل عندي هون اللي هو break ونضيف هذا test user control الموجود اوكي انا رحت على source راح اطلح انه فعليا تم اضافة عندي اللي هو web user control اما داخل التكس بوكس راح يكون فيه مجموعة من اللي هو event اول event راح اخليه اللي هو عبارة عن on init تمام وبالتالي كمان شوي راح اطيه اللي هو اسم هذا ال event hender ايضا راح نيجي نعمل عندي هون اللي هو on load وغا اطيه كمان شوي اسمه او هو already موجود بداخل content page اسمه page load ايضا راح يكون في عندي event اخر اللي هو عبارة عن on pre render ورح نعطي اسمه كمان شوي ايضا نفس الشيء بالنسبة الى عندي ال web user control راح يكون في عندي هون اللي هو on init راح نعطيه كمان اسمه وايضا بالنسبة ايضا لل on اللي هو load وايضا راح يكون في عندي هون اللي هو on pre render اوكي تمام الان راح اروح مباشرة اعمل عندي هون save وارح مباشرة على ال web form content ومباشرة راح نروح على الكود اللي خاص في ال web form 1 راح الان اعمل copy من هاي ال events اللي موجودة بداخل الماستر بيج ورح اعمل هاندي هون اللي هو paste تمام وطبعا راح يكون عندي هون راح نضيف مجموعة من ال events اول event زي ما احنا شايفين عندي اوكي الان عندي مجموعة من ال events اوكي ما في داعي ال page load لان اريدي قمت بنسخه زي ما احنا فعليا شايفين الان في عندي page initialization وال page load وال page pre render تمام فبالتالي هدول هم فعليا خاصين بما اني بداخل ال web form 1 فبالتالي فعليا بداخل content page فبالتالي خلان نعدلها الى content page وهنا ايضا راح يكون في عندي هو content page وهنا ايضا راح يكون في عندي content page الان هاي ال events هي خاصة في content page زي ما احنا فعليا شايفين ام بعد ذلك مباشرة راح اقوم باضافة كمان 3 event handlers هاي ال event handlers راح تكون خاصة ب text box اللي احنا قمنا باضافته فبالتالي راح نعمل مرة تانية اللي هو paste فبالتالي راح يكون عندي بدل page underscore اللي هو init راح يكون في عندي اللي هو text box 1 فبالتالي هذا هو ال event وطبعا راح يكون في عندي هنا مباشرة راح اعدل هنا عندي الاسم بدل اللي هو master page init event راح يكون اسمه text box init event اوكي تمام بعد ذلك مباشرة راح نقوم ايضا عندي هنا باضافة event اخر اللي هو text box اللي هو load وايضا عندي هنا بالنسبة ال page pre render راح تصبح لها text box 1 اوكي طبعا ما ننسى انو احنا نعدل عندي هون راح تصير text box page load وهنا text box اللي هو page pre render فبالتالي اذا هاي هي 3 events اللي خاصة في text box ايضا راح اقوم باضافة اللي هي another 3 event handlers راح يكونوا خاصين في master او خلينا نحكي في web user control اوكي فبالتالي راح نيجي نعمل منهم copy خلينا نعمل copy مرة تانية ونضيفهم اخر اللي هو page زي ما احنا شايفين راح يكون في عندي هنا اللي هو web user control وبالتحديد الاسمه عندي هون اللي هو test user control فبالتالي راح اسميها test user control اللي هو init راح اعدل عندي هون المحتوى الى test user control page اوكي وطبعا مباشرة راح او ممكن تسميها user control اذا بدك مباشرة نكون الاسم نفس الشيء عندي هون راح اعدل الى اللي هو test user control underscore load ورح يكون عندي هون اللي هو user control page load event وطبعا هون راح اعدل ايضا عندي البيج الى test user control pre render وايضا هنا راح اعدل اللي هو المسج الى user control page pre render event اوكي بعد ذلك مباشرة راح نيجي نعمل الان save وخيني نعمل running الweb form وخيني نشوف شو اللي راح يعطيني ايام اوكي راح نضغط على control و f5 راح يعمل running لل page اللي هي عبارة عن web form 1 ورح يبينني ترتيب دنفيذ ال event اوكي طبعا احنا قمنا بانشاء مجموعة من events خاصة في التكست بوكس لكن لم لم نقوم بالتحديد الاسم عميا هاي ال event هندر لإلهام فبالتالي راح اروح مباشرة عندي بداخل التكست بوكس بالبداية اللي هو ال init ورح اروح مباشرة بداخل الweb form فبالتالي راح اروح عندي هون عندي ال initialization راح نعمل له اللي هو textbox1 underscore init ايضا عندي هون اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو ال page تمام اللي هو textbox underscore load وبالنسبة الى ال pre-render راح نروح مباشرة الى textbox1 pre-render ورح نقوم بتحديد اسم ال event هندر لإلهام نفس الامر بالنسبة الى ال user control فبالتالي راح نبدأ بال test user control اللي هو init ومباشرة راح اقوم باعطاء اللي هو الاسم بعد هيك مباشرة راح اقوم عندي هنا بتحديد اللي هو اللي هو اللي هو event handle اللي هو الخاص في ال web user control اللي هو load وبعد هيك مباشرة راح نعطي هون عندي الاسم event handle اللي خاص بال page بري رندر ال web user control اوكي الان مباشرة راح نرجع نعمل الان save راح نيجي نعمل running لل page اللي هي عبارة عن web form 1 اوكي لاحط لاحظ ان الان اعطاني مجموعات اللي هو خلينا نحكي ترتيب تنفيذ ال events لاحط لاحظ انه بالبداية قام بتنفيذ text box page in it event بعد هيك مباشرة هو user control page in it event بعد هيك master page in it event وبعد هيك مباشرة content page in it event بمعنى او باخر قام بتنفيذ initialization event handler قابل اللي هو اللود وقابل ال pre render بغض النظر عن control اللي موجودة عندي سواء انا كنت سواء كان عندي user control او master page او خلينا نحكي اللي هو web user control فبالتالي قام بتنفيذ اللي هو initialization event لكن كيف قام عمليا بتحديد الترتيب لاحط لاحظ انه بالبداية بلشت من text box ثم بعد ذلك الى user control ثم بعد ذلك الى master page ثم بعد ذلك الى content page اللي هو فعليا مبلش من inner خلينا نحكي control الى outer control من خلينا نحكي ال controls الداخلية الى controls من الخارجية لاحط لحظ انه موجود بداخل web form 1 وبداخل web form 1 في عندي اللي هو two controls داخليات اللي هم عبارة عن text box اللي هو test خلينا نحكي او web user control فبالتالي قام بتنفيذهم بالبداية بعد ذلك مباشرة الى outer اللي هو عبارة عن master page كونه هذا الweb form هو فعليا مربوط بالmaster page اللي هو اسمه site.master تمام؟ لو بتروح مباشرة بعد ذلك مباشرة راح الى content page في نقطة ها بوضحها انه هاي الpage هي مربوطة فعليا بالmaster page file اللي هو site1.master الان لو رحت مباشرة الى design راح يعطيني اللي هو الشكل الموجود عندك كالتالي فبالتالي راح تلاحظ ان الweb form 1 اخذت اللي اوت بمعنى او باخر اللي خاص في master page الان اللي بيصير انه لما تعمل running للweb form 1 اللي راح يتم انه راح يدمج الماستر page تمام؟ مع اللي هو content page at running time فبالتالي راح يعطيني هذا الشكل at running time فبالتالي اللي عماله بيصير انه بدمج اللي هو الماستر page الى content page فبالتالي لذلك عندي راح يكون الماستر page هو inner ثم بعد ذلك اللي هو content page اذا هاي ترتيب تنفيذ اللي هو events فبالتالي هو مباشرة بروح على innermost control الى outermost control ايضا بديك تعرف نقطة انه الماستر page بيتم دمجها او يتم دمجها الى content page وطبعا وتعامل ك control بداخل اللي هو content page لذلك الماستر page عمليا اتت قبل وجود اللي هو الماستر لذلك عفوا قبل وجود content الماستر اذا بما انه عندي الماستر بيتم دمجهم بحيث انه الماستر page تدمج الى content page وتصبح كما لو انها control بداخل content فبالتالي لهذا السبب الماستر page event اتى قبل content page event اذا هاي الملاحظة بتهمني جدا وطبعا هذا الامر بتم دمجهم خلينا نحكي اثناء انشاء اللي هو page في مرحلة معالجة خلينا نحكي الآن بعض الناس انه عمالهم بسألوا طيب احنا في عنا master page content page user control وفي عندي هاي events اللي هي عبار عن initialization اللي هو خلينا نحكي الى الماستر وايضا الـ content وإلها load ما هو الترتيب زي ما احنا شايفين عمالنا عماله عندي هون اللي هو result عماله نفذ الـ initialization اللي هو قبل وبعد ما انتهى الـ initialization لحظة انه عند الـ initialization نفذ من الـ inner content تمام control عفوا الى outer من most control اوكي لكن بعد ما خلص الـ initialization event اللي حظة انه عمل العكس بلش يطبع بالـ content بعد هيك راح الى الماستر بعد هيك راح الى text box بعد هيك راح الى user control اوكي وبعد هيك قام بتنفيذ اللي هو الـ pre-render اللي هو كمان بالعكس من الـ content master text box user control انا بدي احكي لك هي انه فقط الـ initialization event هو بنفذه من الـ inner الى outer most control اوكي بعد هيك مباشرة راح ينفذ من العكس اللي هو من الـ outer الى inner زي ما احنا فعليا شايفين اوكي هذا الامر بنطبق على load وبنطبق على الـ pre-render event handler اوكي فبالتالي بديك تعرف انه فقط الـ initialization بنفذ من الـ inner الى outer لكن زي ما احنا شفنا الـ initialization نفذ الـ user control master content لكن بعد الـ initialization قام بتنفيذ من الـ outer الى inner فالذلك نفذ الـ content للـ load وبعد هيك الـ master وبعد هيك الـ user control ونفس الامر بالنسبة الى الـ pre-render event handler اوكي بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل اخيرا thanks for your listening and have a great day موسيقى